بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تفسير صورة البقرة الدرس العشرون وعلى آله وأصحابه يجمعين قال الله سبحانه وتعالى في سياق خطابه لبني إسرائيل في الآيات التي سبقت قال بعدها يا بني إسرائيل قال سبحانه وتعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون عنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون أتأمرون الناس بالبر وتنسون عنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يوخذ منها عدل ولا هم ينصرون قوله سبحانه وتعالى أتأمرون الناس بالبر هذا إنكار على بني إسرائيل والبر المراد به كل الطاعات والأعمال الصالحة ولكن في مقدمتها الأمر باتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم فكانوا إذا سئلوا عن محمد يقولون إنه نبي يقرون بذلك لأنه ليس بوسعهم أن يجحدوا نبوته لأن ذلك مذكور في كتابهم وأيضاً دلائل النبوة والمعجزات ظاهرة معه صلى الله عليه وسلم فليس بوسعه من ينكر ذلك وأما من أنكره منهم فأغوا من باب المكابرة وينكره في الظاهر فقط أما في قرارة نفسه يعرفوا أنه رسول الله الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه يعني محمد صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون فالله جل وعلا في هذه الآية ينكر عليهم أنهم يأمرون الناس بالمعروف وينهون عن المنكر ويأمرون بأداء الواجبات وترك المحرمات ويأمرون الناس باتباع محمد صلى الله عليه وسلم إذا سئلوا عنه ومع هذا هم لا يفعلون ما يأمرون به النفس وهذا أكبر العيب أن الإنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وأنه يأمر بالطاعة وينهى عن المعصية ويأمر باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لا يأمر نفسه وإنما يأمر الناس فقط هذا عيب على بني إسرائيل وعلى غيرهم كذلك هذه الأمة قال الله سبحانه وتعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ فقوله جل وعلا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم هذا يتناول بني إسرائيل والخطاب أصله لهم وهم سبب النزول لكن هذا عام في كل من فعل ذلك من بني إسرائيل وغيرهم فكل من أمر بمعروف وجب عليه أن أن يمتثله وكل من نهى عن منكر يجب عليه أن يجتنبه وكل من دعى إلى خير يجب عليه أن أن يبادر إلى فعله فالآية تشمل الدعاة وتشمل الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر تشمل العلماء وتشمل غير العلماء تشمل كل مؤمن تناوله هذا هذا الذنب وهو أن يأمر وينهى ولكنه لا يطبق ذلك في نفسه أولا أتأمرون الناس بالبر وتنسون تنسون يعني تتركون تتركون أنفسكم فلا تأمرونها بالبر النسيان قد يراد به الذهول عدم العلم عدم الذكر ويراد به الترك كما في قوله تعالى نسوا الله فنسيهم نسيهم الله بمعنى تركهم سبحانه وتعالى وإلا فإن الله جل وعلا لا ينسى ولكن معنى نسيهم يعني تركهم ولم يعبأ بهم تركهم في العذاب فمعنى قوله هنا وتنسون أنفسكم أي تتركون أنفسكم فلا تأمرونها بالبر وكان الواجب عليكم أن تأمروا أنفسكم أولا وتأمرون الناس لأن الناس إذا رأوكم تأمرونهم بالبر وأنتم لا تفعلون فإنهم لا يمتثلون ويقولون لو كان هذا الذي يأمرون به صحيحا لكانوا أول من من يبادر إليه لأنه قدوة يقتدى به ونبي الله شعيب عليه السلام يقول وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت من شروط من شروط الداعية والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر من شروطه أن يكون ممتثلا هو أولا لما يأمر به وما ينهى عنه حتى يكون قدوة حسنة وحتى يصدقه الناس والشاعر يقول هو أبو الأسود الدؤلي يا أيها الرجل إذا كان يفعل شيئا من المعاصي أن لا ينهى عنها بل ينهى الناس ولا يترك النهي عن المنكرات ويقول لأني أنا ما ما أتجنبها أو لأني أنا أو يترك أمر الناس بأداء الواجبات ويقول أنا ما أفعلها ولنا بأمر غيري ليس هذا هو المراد من الآية أن الإنسان إذا كان يقع في شيء من المخالفات أن يترك الأمر بالمعروف أنهي عن المنكر يترك تعليم الناس الخير والدعوة إلى الله لأن عليه واجبين الواجب الأول أن يمتثل هو أولا والواجب الثاني أن يدعو الناس إلى ذلك فأكمل الناس من قام بالواجبين امتثل هو أولا في نفسه ثم أمر الناس قام بالواجبين وشر الناس من ترك الواجبين ترك البر في نفسه وترك أمر الناس به ترك الواجبين هذا شر الناس ومن قام بواحد وترك الآخر فهذا ناقص لكنه أحسن من الذي ترك الأمرين أحسن من الذي ترك الأمرين ولو كان لا يأمر ولا ينهى ولا يدعو إلى الله إلا من هو كامل ما قام أحد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله لأن ما هنا أحد غير الرسل عليه الصلاة والسلام إلا وعنده نقص لكن لا يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحجة أن الإنسان قد يقع في شيء من المخالفات يجب عليه التوبة ويجب عليه فعل الواجبات وترك المحرمات ويجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدعوة إلى الله عز وجل قال تعالى وأنتم تتلون الكتاب هل من باب التعيير لهم أنهم فعلوا هذه الفعلة الشنيعة وهي أنهم يأمرون بالبر وينسون أنفسهم مع أنهم يتلون كتاب الله الذي يأمرهم أن يمتثلهم أولا وأن ينفذوا ما يقولونه للناس في أنفسهم أولا الكتاب يأمرهم بذلك فهم خالفوا الكتاب وأنتم تتلون يعني تقرؤون الكتاب أو وأنتم تتلون أي تتبعون لأن التلاوة يراد بها القراءة ويراد بها الاتباع وأنتم تتلون الكتاب أي تقرؤونه وتتبعونه هذا لا يليق بعالم أو طالب علم أنه يقرأ كتاب الله وما فيه من الأوامر وما فيه من النواهي ثم لا يطبق ذلك على نفسه أولا لا يليق به أن ينسى نفسه بل عليه أن يبدأ بنفسه ثم ينهى غيره ويأمر غيره هذا هو سبيل النجاة وسبيل الفلاح أن الإنسان يقرأ الكتاب ويعمل به في نفسه وثم يأمر غيره وينهاه على موجب ما في كتاب الله عز وجل ودل قوله وأنتم تتلون الكتاب على أن الأمر بالطاعات والنهي عن المعاصي المرجع فيه إلى كتاب الله عز وجل فليس لأحدنا أن يأمر بشيء إلا إذا كان في كتاب الله عز وجل أي فيما أنزله الله عز وجل من الكتاب والسنة وليس لأحد أن ينهى عن شيء إلا وذلك في كتاب الله عز وجل وهذا من شروط الدعوة ومن شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون ذلك على مقتضى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم قال جل وعلا متابعا للإنكار عليهم أفلا تعقلون هذا كما أنه مخالف لكتاب الله فهو مخالف للعقل مخالف للعقل يعني كون الإنسان يأمر الناس بالبرل وينسى نفسه مخالف لكتاب الله ومخالف للعقل ومن هذا قول أبي الأسود الدؤلي يا أيها الرجل المعلم غيره هذا مخالف للعقل هل لا لنفسك كان ذا التعليم ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم إلى آخر الأبيات فهذا كما أنه مقتضى الكتاب فهو مقتضى العقل فالذي يفعل هذا الفعل يأمر الناس بالبرل وينسى نفسه هذا غير عاقل وأيضا هو غير متبع لكتاب الله عز وجل والله جل وعلا يقول كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون والمقت هو أشد الغضب فكما أن هذا مخالف لكتاب الله ومخالف للعقول السليمة هو يوجب مقت الله عز وجل وغضبه على العبد وهذا وعيد شديد على من يرتكب هذا العمل ينسى نفسه من الخير ويأمر الناس فيكون كالسراج يحرق نفسه وينور للآخرين هذا مثل السراج تماما ينور للناس وهو يحرق نفسه فعلى كل عالم وعلى كل طالب علم وعلى كل مؤمن يعلم شيئا من الحق أن يمتثله في نفسه أولا ثم يدعو إليه الآخرين فيكون قدوة صالحة ويكون داعية إلى الله آمرا بالمعروف متبعا لكتاب الله وناهيا عن المنكر ثم قال جل وعلا واستعينوا بالصبر والصلاة لما كان الذي يمتث الأوامر الله في نفسه ويجتنب نواهي الله في نفسه ويأمر غيره بذلك لما كان يحتاج إلى ما يعينه على هذه المهمة العظيمة لأن هذه ما هي سهلة إن الإنسان يلتزم في نفسه ويأمر غيره ويدعو إلى الله هذه المهمة شاقة على كثير من النفوس تحتاج إلى إعانة ما هو الذي يعين الإنسان على القيام بهذه المهمة العظيمة قوله تعالى وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْ الصبر الصبر فالذي يعين على تحمل هذه المسؤولية العظيمة هو الصبر الصبر والصلاة الصبر معناه حبس النفس الصبر في اللغة الحبس الصبر في اللغة هو الحبس قال تعالى وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بالغدات والعشي اصبر نفسك ايحبسها مع هذا الصنف من المؤمنين احبس نفسك معهم اجلس معهم استمع لهم فالصبر في اللغة هو الحبس وأما الصبر في الشرع فالمراد به حبس النفس على طاعة الله عز وجل وحبس النفس عن معصية الله وحبس النفس عن الجزع من أقدار الله عز وجل فالصبر ثلاثة أنواع صبر على طاعة الله لأن الطاعة تشق على النفوس قيام الليل المحافظة على الصلوات الخمس مع الجماعة وفي مواقيتها وفي مواقيتها وبشروطها وأركانها وواجباتها تاج إلى صبر الجهاد في سبيل الله تحتاج إلى صبر مجاهدة النفس تحتاج إلى صبر الهجرة تحتاج إلى صبر مفارقة الوطن مفارقة الأهل والمال تحتاج إلى صبر الطاعات الطاعات كلها تحتاج إلى صبر فمن ليس عنده صبر لا يستطيع القيام بالطاعات صبر على طاعة الله لأن النفس ما تريد أنك تقوم بالليل وتصلي ما تريد أنك تقوم الفجر وتصلي مع الجماعة ما تريد أنك تصوم في رمضان أو تصوم صيام التطوع ما تريد أنك تجاهد في سبيل الله ما تريد المشاق تبيى الراحة تحتاج إلى صبر طاعات تحتاج إلى صبر كذلك الصبر عن محارم الله النفس تتوق إلى المعاصي وإلى المخالفات وإلى الشهوات المحرمة وترك الواجبات وفعل المحرمات النفس قال تعالى إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم رب فالنفس تنازع صاحبها إلى الشهوات المحرمة تنازعه إلى الزنا تنازعه إلى شرب الخمر المسكرات تنازعه إلى أكل المال بالباطل إلى أخذ الربا إلى جمع المال من غير وجه شرعي حب المال يحمله على المغامرة في المحرمات حتى يحمله على الطغيان وعلى القتل وعلى السرقة وعلى البغي على الناس فترك المحرمات يحتاج إلى صبر يصبر نفسه يعني يحبسها عن الحرام ما هو بسهل هذا على أقدار الله المؤلمة الإنسان تصيبه مصائب ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين فإذا أصابته مصيبة يعلم أنها من الله فيرضى ويسلم ولا يجزع ولا يفعل مثل أفعال الجاهلية عند المصائب من لطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بالويل والثبور وغير ذلك بل يقول إنا لله وإنا إليه راجعون الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون هذا الصبر على أقدار الله المؤلمة ما يصيب الإنسان في نفسه ما يصيبه في ولده ما يصيبه في ماله ما يصيبه في قريبه إنسان عرضة للمصائب ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله أي بقضائه وقدره ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله أي بقضائه وقدره فتعلم أنها المصيبة هذه مقدرة والمقدر لا بد أن يقع ومن يؤمن بالله يهدي قلبه يعني يصبر على المصيبة وثمرت هذا أن الله يهدي قلبه قال علق ما في هذه الآية هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلق ثمرت هذا أن الله يهدي قلبه قال جل وعلا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب يعني القضى والقدر كتاب اللوح المحفوظ مكتوبة في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة إلا في كتاب من قبل أن نبرأها أي نوجدها ونخلقها مقدرة في قدر الله السابق وعلمه الأزلي سبحانه وتعالى إن ذلك على الله يسير ثم ذكر الفائدة من هذا الخبر فقال لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم الذي يؤمن بالقضى والقدر لا يجزع عند المصيبة ولا يبطر عند النعمة بل يشكر الله عند النعمة ويصبر عند النقمة ويعلم أن ما أصابه فبما كسبت يده ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير هذا هو الصبر ومن ليس عنده صبر فإنه لا يستطيع أن يأمر بالبر ولا يستطيع أن يأمر نفسه بالبر أولا يحتاج إلى صبر وإلى تحمل قال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم والصبر في كتاب الله ورد في آيات كثيرة لأهميته قال جل وعلا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين وأمر الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالصبر قال جل وعلا واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما ينكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب هكذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم فاصبر لحكم ربك واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم هذه أوامر للرسول صلى الله عليه وسلم يمره بالصبر لأن عبء الرسالة والدعوة إلى الله يحتاج إلى صبر ولقمان يقول لابنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ويقول سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لابد من الصبر والذي لا صبر له ما يستطيع المضي في عبادة الله عز وجل ولهذا يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه الصبر من الدين بمنزلة الراس من الجسد هل الجسد يعيش بدون راس لا الدين إذن لا يستقيم ولا يتحقق إلا بصبر تاجل صبر استعينوا بالصبر صبر على ما ينالكم وما يلاقيكم وما يحصل لكم مع أنفسكم ومع أعدائكم وما يحصل من قضاء الله وقدره لأن الدنيا دار ابتلى ودار امتحان تحتاج إلى صبر وإلى ثبات فالذي ليس عنده صبر ما يستطيع يمضي في دينه بل ينحرف عند أول عند أول عقبة وعند أول مشقة ينحرف ومن الناس من يعبد الله على حرف يعني طرف فإن أصابه خير يطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين والصلاة التي هي عبارة عن هذه الصلاة المعروفة المجتملة على الأركان وعلى الواجبات وعلى السنن الصلاة تعرفها العلماء بأنها عبادة أولية وفعلية مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم هي الأقوال والأفعال المبتدأة بالتكبير يعني تكبيرة الإحرام والمختتمة بالتسليم هذه هي الصلاة وهي أعظم أنواع العبادات ولهذا جعلها الله بعد التوحيد مباشرة فالركن الأول هو التوحيد شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الركن الثاني من أركان الإسلام الصلاة وإقام الصلاة الصلاة أمرها عظيم وتعين على المشاق الإنسان إذا ضاقت عليه الدنيا أو وقعت له أمور يتحير فيها وتشق عليه فعليه بالصلاة لأن الصلاة دخول على الله سبحانه وتعالى ووقوف بين يديه ودعاء له وخشوع الإنسان إذا خشع في صلاته نسي نسي ما قبل الصلاة من مشاق ومن أتعاب لأنه دخل في لذة وفي نعمة نسي ما قبل الصلاة من مشاق ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة ويقول يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها هذه هي الصلاة التي يستعين بها المسلم على ما يناله في هذه الدنيا من المشاق الأول الصبر والثاني الصلاة واستعين بالصبر والصلاة فهذا مما يدل على أهمية الصلاة ومكانتها وأنها قرينة الصبر في كتاب الله قرينة الصبر في كتاب الله عز وجل وأن المصلي تنحل كل مشكلاته إذا أقبل على الله سبحانه وتعالى ويوسر الله له الخير ويفرج له الكربات إذا حافظ على الصلوات سواء صلاة الفريضة وهذا لا بد منه صلاة النافلة الصلاة فيها فرج وفيها مفتاح للفرج بإذن الله عز وجل إن الإنسان خلقها لوعة إذا مسه الشر جزوعة وإذا مسه الخير منوعة إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون قال سبحانه قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى قوله تعالى والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون هذه الصلاة عبادة عظيمة يستعان بها على أمور الدنيا وأمور الآخرة الصلاة مهم مجرد حركات ولا مجرد ركوع سجود ولكنها خشوع بين يدي الله عز وجل وإقبال على الله ودعاء لله عز وجل تضرع إليه ثم قال جل وعلا وإنها أي الصلاة وقيل الصبر والصلاة الضمير عائد إليهما وإنها أي الصلاة الظاهر أنه عائد إلى الصلاة ولكن يحتمل أنه عائد إليهما جميعا وإنها لكبيرة أي شاقة لكبيرة أي شاقة صلاة شاقة إلا على الخاشعين فالذي يخشع لله عز وجل في صلاته تكون الصلاة سهلة عليه وتكون الصلاة راحة له كما كان ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم والخشوع في الصلاة الخشوع يكون بالقلب الخشوع هو سكون القلب وإذا سكن القلب سكنت الجوارح والأعضاء فلا يتحرك الإنسان فإذا رأيت من يتحرك في الصلاة دل هذا على قلة خشوعه أو على عدم خشوعه ولهذا جاء جاء في الأثر أن رجلا كان يصلي ويتحرك في الصلاة فقال من رآه قيل النبي صلى الله عليه وسلم وقيل غيره من الصحابة قال من رآه لو خشع قلب قلب هذا لسكنت جوارحه فالخشوع في القلب وإذا خشع القلب خشعت الجوارح والأعضاء فلا يتحرك الإنسان في صلاته لخشوع قلبه أما إذا كان يتحرك ويتململ ويعدل بثيابه وكذا وكذا وينظر هنا وهناك هذا الدليل على أنه ما هو خاشع على أن ما في قلبه خشوع أو فيه خشوع لكنه قليل الخشوع في الصلاة هو روحها وهو لبها وليس الخشوع بالجوارح فقط الخشوع أصل في القلب أما الجوارح إذا ما كان في القلب خشوع فلا تخشع الجوارح ولهذا لما رأى عمر رضي الله عنه رجلا يصلي وهو مطاطئ رأسه في الصلاة قال يا هذا إن الخشوع في القلب وليس في الرقاب إن الخشوع في القلب وليس في الرقاب وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين أما الذي لا يخشع في صلاته فإنها تكون الصلاة ثقيلة عليه ولهذا كانت الصلاة ثقيلة على المنافطين لأنهم ليس عندهم خشوع في صلاتهم فما قال صلى الله عليه وسلم أثقل الصلوات على المنافطين فقوله أثقل الصلوات دل على أن كل الصلوات ثقيلة عليهم ولكن أثقلها صلاة العشاء وصلاة الفجر وإنها لكبيرة أي شاقة وعظيمة إلا على الخاشعين إلا على الخاشعين استثنى الله الخاشعين ولهذا كان رجل يقبل ويدبر في الشارع هذا من عهد قريب كان رجل يقبل ويدبر في الشارع والناس يصلون قال له واحد يا فلان ألا تتق الله لماذا لا تصلي مع الناس قال والله إن هذه الصلاة أعظم علي من الجبال والله إنها أعظم علي من الجبال وهذه صفة الذين الآن يجلسون على الدكاك وعلى أبواب الدكاكين أو يخفون أنفسهم في الدكاكين وغلقون على أنفسهم لأنه ما عندهم خشوع والعياذ بالله فهي ثقيلة عليهم مهنة أثقل منها عليهم كالجبال حتى تنتهي الصلاة نسأل الله العافية والسلام أما الذي في قلبه خشوع فإنه يحن للصلاة ويكون قلبه معلقا بالمساجد ويقبل على الصلاة وإذا سمع الندى بادر لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة هؤلاء هم أهل الخشوع يحنون إلى الصلاة وإلى المساجد ويترددون عليها أما هذا الكسلان وهذا المنافق وهذا الضعيف الإيمان تجد الصلاة ثقيلة عليه جدا وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين من هم الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يظنون يعني يتيقنون والظن يطلق ويراد به اليقين كما قال سبحانه وتعالى قال الذين يظنون أنهم ملاق الله أن يستيقنون كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين فالظن فالظن هنا المراد به اليقين الذين يظنون أن يتيقنون أنهم ملاقوا الله أن يؤمنون بالبعث ويؤمنون بالجزا والحساب ويؤمنون بلقاء الله سبحانه وتعالى في الدار الآخرة هؤلاء هم الذين تخف عليهم الصلاة ويتلذذون بها أما الذين لا يؤمنون بالآخرة ولا يؤمنون بلقاء الله أو إيمانهم ضعيف تكون الصلاة ثقيلة عليهم الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون ما هنا أحد يفر من لقاء الله لابد منه المؤمن والكافر والفاسق والمطيع كلهم سيلاقون ربهم عز وجل لكن هذا يحتاج إلى إيمان وإلى حضور قلب يظنون أنهم ملاقوا ربهم فالذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم هؤلاء لا تشق عليهم الطاعات لا الصلاة ولا الصدقات ولا الجهاد في سبيل الله ولا الهجرة ولا طلب العلم ولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا الدعوة إلى الله ما تشق عليهم هذه العبادات بل تكون سهلة عليهم ومحببة إلى نفوسهم لأنهم يظنون أنهم ملاقوا الله وأنهم إليه راجعون المرجع إلى الله والمصير إلى الله والمرد إلى الله سبحانه وتعالى ما أحد يهلت من هذا هل أحد يبي تخلف ما هو بحاضن هذا الموعد هل أحد يبي تخلف عن لقاء الله هل أحد يبي يمتنع من البعث والنشور يقول لا إذا نفخ في الصور وعادت الأرواح إلى أجسادها ساروا إلى المحشر كأنهم جراد منتشف مهطعين إلى الداع ما هذا يتخلف لا المؤمن ولا الكافر ولا المطيع ولا العاصي كلهم يسيرون إلى المحشر أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون ما دام ستلاقي ربك وترجع إليه فلماذا تنسى نفسك ولا تقدم لها خيرا ولا تحافظ على الصلاة ولا تحافظ على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وأفعال الخير وتتجنب المحرمات والمعاصي أنت مقدم على الله جل وعلا واقف بين يديه محشور إليه راجع إليه ملاقيه يا أيها الإنسان هذا خطاب لجميع بني آدم إنك كادح إلى ربك كادحا فملاقيه لا بد أن تلاقي ربك على أي حال كنت لا بد من لقاء الله سبحانه ولكن الإنسان ولكن الإنسان إذا غفل عن لقاء الله ونسيه نسيه الله عز وجل نسوا الله فنسيهم نسوا الله فنسيهم فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا يقول الله للكفار إذا دخلوا النار والعياذ بالله وذاقوا حرها ذوقوا بما نسيتم يعني بسبب نسيانكم بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم يعني تركناكم في العذاب ولا مخلص لكم منه فذوقوا العذاب بما كنتم تعملوا نسأل الله العافي ثم أعاد الندى لبني إسرائيل فقال جل وعلا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وتقدم لنا معنى اذكروا نعمتي وأن ذلك بالشكر شكر ذكرها باللسان والثناء بها على الله والاعتراف بها في القلب والاستعانة بها على طاعة الله سبحانه وتعالى هذا هو الشكر هذا هو شكر النعمة فالنعمة تحتاج إلى شكر وإذا لم تشكر فإنها تكون نقمة وينزعها الله جل وعلا أو يستدرج أصحابها حتى يأخذهم على غر كما قال سبحانه وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كان يصنعه ذلك بأن الله لم يكن غيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغير ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم الشكر فالنعمة لها ثمن النعمة لها ثمن ما تعطى هذه النعمة مجانا لابد بثمن وهو الشكر يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي هذا هو خطاب لبني إسرائيل لكنه عام لجميع لجميع بني آدم واجب عليهم أن يذكر نعمة الله عز وجل التي أنعمت عليكم أنعمت عليكم ما أنعم عليكم غيري وما بكم من نعمة فمن الله فالله هو المنعم سبحانه جميع النعم من الله أنعمت عليكم وليس غيري أنعم عليكم بها لا حولكم ولا قوتكم ولا آباءكم ولا أجدادكم ولا أحد النعمة كلها من الله سبحانه التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين فضلهم الله على عالم زمانهم في وقتهم أما أفضل العالمين فهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم لكن فضل الله بني إسرائيل في وقتهم على غيرهم من العالم لأن الله جعل فيهم الأنبياء وجعل فيهم الملوك وجعل فيهم العلم دون غيرهم من من يتخبطون في الجهل من الوثنيين والدهريين والملاحدة الله أنعم على بني إسرائيل بنعمة العلم وبنعمة العيش الرغد كما يأتي أن الله عدد أنواعا من نعمه عليهم وأعظمها نعمة العلم وبعتة الرسل فإن بني إسرائيل هم أكثر العالم أنبياء وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين الله يذكرهم بهذا اذكروا نعمتي التي أنعمت عليك وهذا ليس خاصا ببني إسرائيل هذه الأمة أعظم نعمة من بني إسرائيل أنعم الله عليها بنعم أعظم مما أنعم به على بني إسرائيل فواجب على هذه الأمة ثم أن تشكر الله عز وجل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليك وأني فضلتكم على العالمين ثم ذكرهم سبحانه وتعالى بالموعد واللقاء الذي لا بد منه واتقوا يوما ترجعون فيه واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيء اتقوا يوما يعني يوم القيام واتقوه يعني اتقوا ما يحصل فيه من العذاب بأن تعملوا بطاعة الله فإنه لا يقي من عذاب الله ولا يقي من أهوال هذا اليوم وأخطار هذا اليوم إلا الطاعة والعمل الصالح اتقوا يوما أي قدموا لهذا اليوم من الأعمال الصالحة ما يقيكم مما يحصل فيه من العذاب والأهوال والأمور الدواهي العظام وهو لا بد منه واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيء هذا كقوله تعالى ولا تزروا وازرة وزره أخرى ما حد يسأل عن عمل أحد وإنما كل يسأل عن عمله وأيضا ما عمل أحد ينفع الآخر وإنما نفع العبادة ونفع العمل مقصورا مقصورا على صاحبه فلا ينفعك عمل جدك ولا عمل خالك ولا عمل قريبك وإن كان من أصلح الصالحين وإن كان نبيا من الأنبياء أو رسولا من الرسل ما ينفعك إلا عملك ولهذا لما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين صعد الصفاء صلى الله عليه وسلم ونادى يا معشر قريش حتى اجتمعوا عليه فقال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيء يا عباس عم رسول الله لا أغني عنك من الله شيء يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئتي لا أغني عنك من الله شيء إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق على الله وأعظمهم منزلة عند الله لا يملك لأقاربه لعمه وعمته وبنته وقبيلته لا يملك لهم شيئا إذا هم لم يؤمنوا بالله فغيرهم من باب أوله لأن بعض الناس يعتمد على أن له قرابه مع الرسول أو بعض الناس يعتمد على أنه ولد عالم أو ولد عابد أو ولد ثقي ويظن أن هذا سينفع عند الله سبحانه أبدا يوم القيامة ما أحد ينفع أحد كل له عمله ولا تجر وازرة وزر أخرى وإن تبع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل مرء منهم يومئذ شأن يغنيه كل مرء منهم يومئذ شأن يغنيه كل مشغول بعمله وحسابه ولا أحد يفزع لحد أو أحد مثل الدنيا الناس يتناصرون ويتعاونون في الدنيا لكن في الآخرة ما فيه ما عند كل عملك سواء كان صالحا أو غير صالح لا تجزي نفس عن نفس شيء لا تجزي نفس عن نفس شيء ولا يقبل منها شفاعة الشفاعة الوساطة ما تقبل الشفاعة في الكفار أبدا قال جل وعلا فما تنفعهم شفاعة الشافعين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع فالكافر لا تقبل فيه شفاعة أبدا أما المؤمن فقد تقبل فيه الشفاعة إذا رضي الله عنه وأذن للشافعين يشفع كما قال جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى فالكافر لا تقبل فيه شفاعة يوم القيامة سواء من بني إسرائيل أو من غيره ولا ينفع بني إسرائيل أن جدهم نبي من أنبياء الله وهو إسرائيل عليه السلام ما ينفعهم هذا ولا أنهم أولاد الأنبياء ما ينفعهم هذا ما ينفع إلا العمل الصالح ولا يقبل منها شفاعة ما تنفع ما فيه شفاعة للكفاة أما أهل الإيمان فإنها تنفعهم الشفاعة بشرطين الشرط الأول أن يكون المسفوع فيه من أهل التوحيد ليس عنده شرك لكن عنده معاصي دون الشرك والشرط الثاني أن يأذن الله جل وعلا الشفاعة لمن يشفع لا تنفعها شفاعة ولا يأخذوا منها عدل العدل هو الفدية ولا هم ينصرون ما حدثنا يعني انسدت جميع الطرق ما فيه نفس تقوم مقام نفس هذا واحد كل نفس مسؤولة عن عملها هذا واحد الثاني ما فيه شفاعة الكافر ما له شفاعة إلى النار أي لا أبد الآبات ولا تنفعه الشفاعة الثالث ما فيه فدية ما يقبل فدية واحد يقدم صار عليه صار عليه عقوبة يقدم فدية ويسلم الأخرة ما فيها فدية ما فيها فدية مثلا في الدنيا صار عليه قصاص صار عليه قصاص قتل يقدم الدية إذا سمح أولياء القتيل هذه فدية يسمونها يفدي نفسها بالمال ويسلم من القصاص إذا رضي أولياء القتيل قدم الفدية وأسلم الآخرة ما فيها هذه ما فيها فدية إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منه الأرض لو لهم كل ما في الأرض ومثله معه يبي قدمون فدية ويسلمون من النار ما تقبل إن الذين كفروا وماتوا وهم كفاء فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى ما تقبل الفدية أبدا ولا يأخذوا منها عدل ولا هم ينصرون ما أحد ينصرهم لا قريبك ولا أخوك ولا عمك ولا أي أحد ما أحد ينصر أحد يوم القيام أبدا ولا هم ينصرون إذن انقطعت كل أسباب النجاة إلا سبب واحد وهو عبادة الله سبحانه وتعالى وطاعته وامتثاله أوامره واجتناب نواه لا تجزي نفس عن نفس شيء ولا يقبلوا منها شفاعة ولا يأخذوا منها عدل ولا هم ينصرون ما بقي شيء ما بقي شيء هذا اليوم ما ما يحصل فيه نجاة إلا بالعمل الصالح كل إنسان لا ينجيه إلا عمله ولا يهلكه إلا عمله كل مسؤول عن نفسه وعن عمل ولا يقبلوا منها ولا يأخذوا منها عدل ولا هم ينصرون فهذه الآيات العظيمة التي هي في سياق خطاب بني إسرائيل وهي عامة لجميع الخلق فيها عبر وفيها عظات بليغة وعظيمة لمن وفقه الله سبحانه وتعالى وأعظمها الاستعداد ليوم القيامة والبعث والنشور اليوم الذي لا بد من لا بد من لقائه ولا بد من الحضور فيه لكل لكل مخلوق هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم الأرض مليانها الآن وستمتلي أيضاً بالموتة والجثث والرميم مليانة منذ عهد آدم إلى أن تقوم الساعة والأرض يدفن فيها من الأموات سيأتي يوم تخرج الأرض وأثقالها فيخرج كل من كان في بطنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام قيام من إيش من قبورهم فإذا هم قيام ينظرون هالجسام اللي صار التراب ورميم عادت كما كان كما بدأنا أول خلق نعيده وعداً علينا إننا كنا فاعل هذا يوم القيامة وهذا يوم البعث والنشور فعلى المسلم على المسلم أن يستعد لهذا اليوم بما يجب له من العدة ويتزود بما يليق به من الزاد وتزودوا فإن خير الزاد التقوى والتقونياء للألباب وفق الله الجميع لما فيه الصلاح والفلاح والنجاة الدنيا والآخرة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم لون أسهل الليلة حرما توفى زوجها وهي في بيت أهلها وهي في العدة هل يجوز لها أن تخرج إلى بيت أبيها أو لا على المرأة المتوفة عنها أن تبقى في البيت الذي توفي زوجها وهي فيه إلى أن تكمل العدة من أحكام العدة عدة الوفاة أن تبقى في البيت قوله صلى الله عليه وسلم امكثي في بيتك إلى أن يبلغ الكتاب أجله البيت الذي توفي زوجها وهي فيه تبقى فيه إلى تمام العدة نعم ما حكم الصور التي على ملابس الأطفال وما حكم لعب الأطفال المجسمة كالحيوانات لا يجوز استعمال ما فيه صور لا في الملابس ولا في الديكورات ولا في البروازات التي تعلق لا يجوز استعمال الصور ولا تشري لعيالك أو أولادك لا تشري لهم ملابس فيها صور هذا حرام لا يجوز لبس ما فيه صور لأن الصور محرمة كذلك لا تشتري لأولادك صور مجسمة يلعبون فيها تعودهم على الصور تنشيهم على الصور هذا أمر محرم هذه تربية سيئة نعم هذا الشيخ والدي مديون بمبلغ كبير جدا وأنا عندي زكاة المال هل أدفع الوالدي من الزكاة سدادا عن الديم إذا كان والدك ما يستطيع السداد سدد عنه من مالك هذا من البر هذا من البر بوالدك أما الزكاة فلا تدفعها الوالد ما يجوز دفع الزكاة للوالد ولا للولد لا للأصل ولا للفر ما يجوز دفع الزكاة إليه لكن تسدد دين والدك من مالك غير الزكاة هذا من البر والإحسان إليه نعم